مساء الرضا كيف حالكم إن شاء الله طيبين ولأنكم تسألوا علي ربنا يسعدكم يعني ويقبر قلوبكم وعلى كلامكم الحلو ودعاكم لي أني ربنا لا يحرمني منكم وإن شاء الله ربنا لا يغير عليكم حال يعني هذا اللي أقدر أدعي لكم والله من كل قلبي حبيت أن أزلكم الفيديو عشان أطمنكم كمان لأنكم كثير تسألوا علي للآن أنا ما خلص والله يعني ما قدبش عليكم أنا ما خلصت البيت مش عارفه الأغراض تولد بقد يعني الأغراض تولد كل ما رفعت كل ما لاقي الأغراض تزيد كل ما ليه تزيد تزيد تخرج من الكرتون والله يعني قلتكم تولد بس والله هذا حالي طبعا الحمد لله هذه اليومتين بدأت كده يعني أرتب المطبخ أحط البهارات اللي عندي شوفوا بالعلب أحط فاكرين هذه العلب اللي قلتوا لي خليها أنا سمعت كلامكم وخليتها بصراحة قلت خلاص بتنفعني وفعلا نفعتني لأنه أني شفت دوالي بالمطبخة عندي ما عنديش كتير أشياء أني أحط فيها البهارات فكان هذه فكرة حلوة وخصوصي أني مصر كمان فيها رطوبة فقالوا لي انتبهي على البهارات بدنا التسوس وكده فقلت هذه العلب صغيرة وخلص كل ما ليه أطلع من التلاغة أما عن موضوع الطبخ فأني بس أكل فواكه أو أنه يعني ما فيش طبخ كتير آمل أكلها واحدة في اليوم أو أنه تكون في عمال وكده ما نقدرش نطبخ ما قدرش أدخل المطبخ وكده فيا زوجي يجب لي أي شي من برامة زي فطار لأنه نصحة بدري فول طعمية مرتكو شري اللي موجود يعني طبعا ما قلوكم ش الفول بالزيت الحار زيت بدرات الكتان هو الزيت الحار في مصر هو زيت بدرات الكتان هو زيت الكتان والطعمية دي المحشية بالففل الحار رهيبة وأي شي تشتري أكل في مصر لازم أحطو لكم مخلل فعلا مخللات اللي في مصر لذيرة جدا والآن تعالوا أقول لكم حاجة تعلمت في مصر رهيبة إيش هي تعرفوا الحليب القاموسي أظن إنه اللي عايشين في مصر يعرفوا يتباع بالكيلو أعرفتوا الحليب إيش أسوي أجيب بالكيلو يعني يجيب حق كيلو كده أغليه على نار هادئة أول كده ما يبدأ يغليه خلاص كده غلوتين خلاص أطفي عليه وحطه في صينية وخليه يبرد بعد ما يبرد تماما أدخله في التلاقة ثاني يوم شوفوا أطلع منه القشطة تطلع بالوش أو بالوجه كده من فوق أطلع كده بالملعقة لأن القشطة هذه ما نعمل فيها حلويات جدا حلوة أنا أتكلم لللي عايشين في مصر أو اللي يعني متوفر معهم حليب يعني اللبن نسموه اللبن الجاموسي فهمتوا يعني زي كده يعني روعة إيش أقول لكم الطعم وهذا الحليب تعالوا إيش أسوي منه أعمل فيه الشاهي الملبن الشاهي حق عدن إيش أحلى شاهي تشربوه يذكركم بشاهي زمان شاهي ملاي خلاص هذه القشطة الآن وهذا كالحليب الحليب يقلس ثلاث أيام في التلاقة بعد خلاص يتغير هنا عندي كوبين من الماء واستخدمت شاي العروسة حلو جدا للشاهي العدني هنا ضفت كم؟ ضفت ثلاث ملاعق من شاي العروسة ثلاث ملاعق صغيرة مليانة تمام؟ من شاي العروسة إذا تشتوه الشاهي رزين تقيل وسكر حسب الرغبة عملت ملعقتين كبيرة سكر تعرفوا في مصر السكر معدوم يقولوا وهنا تعالوا نختار كوب على بال من الشاهي يغلي طلعوا على النار يغلي على نار هاد ألازم يتسبك تمام الشاهي طبعا هنا اخترت كوب كوب لي وكوب لزوغي يعني نحنا الاتنين نشرب شاهي وهنا تعالوا نضيف بعد ما غلط الشاي وتسبك تمام شوفوا كده حق عشر دقائق كده بضف له كده رشة من الهيل هذا الهيل في رش طحنته قريب عشان كده أعمل حاجة بسيطة والآن بعمل يعني أعمل على الكوب على الكوب المنج أعمل ربع كوب حليب حليب الجاموسي هذا شوفوا يجلس معي ثلاثة أيام أستخدمه للشاهي أستخدمه لأي حاجة المهم لازم تخلصوه بالتلاقة ثلاثة أيام وده اشتريتوه ممكن تفرزنوه بالفريزر عادي آخر الفيديو برويكم كيف مفرزن عندي يتفرزن بعدين مش تغلوه وتفرزنوه لا فرزنوه قبل ما تغلوه وهنا خلتوه تسبك تمام كده عشر دقائق خلص أول غلوة طفيت عليه وبس والله شوفوا أحلى شاهي تشربوه وديك الطحفة كده تطلع لكم نحن سميه طحفة يعني تطلع قشطة بالوش أو الملاي يطلع الملاي حق الحليب بالوقت رهيب رهيب انتم بتشوفوا الآن برويكم أحلى شاهي تشربوه اللي عايشين في مصر انتم معاكم شي رهيب شوفوا ما شاء الله الملاي كيف وحتى فيها دهن حق الحليب حليب طازة ايش عاد نحن نشتي والله هده خلاص قدو الشاي الحليب هده خلاص قدو اللي يعطيني الكيف أما الآن الحليب المبخر خلاص ما عدي نفعش معايا وما قلوكمش البطاطس هنا أو البطاطا في مصر لذيدة حق القلاية في خاصة بالقلي وفي خاصة بالطبخ قدو حق القلي اللي دقي طويلة شوية مش تجد منفطحة دائرية لا تجد طويلة هي تكون كده تكون ما تشرب الزيت وتكون مقرمشة وحلوة وهنا طبعا تاني يوم الصباح اني بقول لكم عملت فطار كان هذا يوم القمعة طبعا عندي قبنة أديمة ان شاء الله اكون قلتها صح قرتي الله يعطيها الصحة والعافية قلت لي كده مكان هي عايشة مكان بعيد في مصر وقابت لي قبنة أديمة ومشلتت وكمان سمن وقدح لي يا الله يعطيها الصحة والعافية وكمان حليب واما ربنا يعطيها الصحة والعافية عملت لي كمان الفول حاجة روعة اللي الان بتشوفوه لذيذ قدامت سلم يدي المهم هنا اني اخت من قبنة القديمة وحطت فيها معها طماطم هي قال لي افرومي معها طماطم وحطت زيت زيتون من فوق او زيت درة اني ما كانش عندي زيت زيتون حطت زيت عادي درة وخلص قلت أكلها مع خبزة مشلتت يعني بصراحة روعة اني عقبتني زوقي ما عقبتوش بس اني حبيتها هي كتير مالحة وتنعمل بالميش ايش من ميش هو شعرك يعني بالميش الميش يسموه وفيها كمان يوسف فندي قشرة لذيذة جدا بس مش اي احد يعملها حلو فهذه كانت لذيذة انا قد مرة اكلتها ما قدرش اكلها واليوم لما هي قابت لي ايها لا بقدر كانت لذيذة وهنا حطت الفول طبعا الفول هي لما قدح لي السمن كان طلع منها مرطة تعرفوا ايش المرطة قال الشير يكون تحت السمن مش عارفة ايش اسمه اللي نزل تحت القدر حق السمن هذي المرطة بعان قللي طلعيها بعد ما تصفي السمن طلعيها وعمليها كوني فوق الفول فعلا عملتي فوق الفول اعطالي طعم رهيب وهنا هذة السمن اللي قاموسي دهن قاموسي قالت هذة اللي قد حلية طبعا هو يكون مثل الزبدة بعان تطلعه على النار هادئة هو بعان يعمل المرطة اللي شفتوها قابل ويطلع بعان يرقع سمنة وهنا شفو الحليب هي قابل لي حليب مفرزن قال لي خلاص بس اغلي اغلي على النار لما تستخدميه ولو غليتي خلاص في التلاقة ثلاثة ايام يقلس معاكي يعني ما يطولش اكتر لكن هو لازم لما يكون طازة عادي تفرزنوه وطبعا شفتو الفول اللي قابتلي اياه شفو كيف الحليب ما شالله ولا في بوشي من فعله حطته على النار وغليته على نار هادئة وما شالله حاجة روعة من قد يعني انتم شفتو كيف وعملت منه الشاهي وهنا كمان المشالتات شفو كيف خلدني هي افرزنوه قد قطعي وحطي بالفريزر غلي فيه وحطي بالفريزر ووقت ما تحبي طلعي وكري منه مشاء الله قابلي اتنين كبار ربنا يسعده ويعطيها العافية واني بإذن الله مخليته للسحور رمضان احب اعمل في فتة لبن اكيد تعرفوا فتة لبن موجودة طريقته في قناتي وهنا قد تعال وقلوكم الفرق بين هذه السمنة بقري وهذه السمنة قاموسي طبعا السمنة البقري طعمة مثل الفارم مثل المراعي تقدر تعمله في بل معمول حلويات الشرقية حتى الخبز لكن القاموسي طعمة زي السمنة النباتية بس مش هي سمنة نباتية اكتبوا لي طعمة زي ايش انا مش عارفة اوصل لكم طعمة زي كيف يعني يكون وبس والله هذا الفيديو اليوم حقنا لا تنسونش من دعاكم وبالعافية ليولكم وما تنسوش تشتركوا في القناة تفعل قرس الاشعارات ولايكوا كومنس حلو منكم